السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصير عودة إمام عشور للزمالك ونهدي الأقرب لضمه يرى الآلام خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن عودة إمام عشور إلى الفريق سوف تكون صعبة جدا خلال الفترات القادمة ويترقب الجميع مصير اللعب أمام عشور في ظل عدم رغبته العودة إلى الدور الدني ماركي من جديد والحديث عن ربط اسمه بالعديد من الأندية المصرية خالد الغندور أكد أن النادي الدني ماركي قد يضطر في النهاية لبيع اللعب للتخلص من هذا الصداع خاصة مع عدم تأقلم اللعب ويتابع أن فريق ميتل أند أيضا سوف يحتفظ لفسه بحقوقه المالية كاملة وبالتالي من الصعب عودة اللعب للزمالك لأسباب مالية خاصة أن الزمالك أمامه والعديد من المتطلبات المالية المختلفة سواء للاعبين أو أرامات عليه وبالتالي سيكون من الصعب توفير قيمة إمام عشور واستكمل أن اللعب ربما أقرب لانتقال حاليا إلى بيراميز بينما يبتعد عن الأهل يعاقب هتافات الجماهير ضده بالأمس خلال مباراة فيوتر ووصل أن اللعب يشعر حاليا بالندم على إصرار الرحيل عن الزمالك خلال يناير الماضي ترجمة نانسي قنقر